موسيقى ردت سلطات القطرية على التقارير حقوقية تهمتها بانتهاكات مستمرة بحق العمال الى جانب وقالت قطر انها ستحقق في شكاوى العمال الذين انتشرت صور اضرابهم على مدى الاسابيع الماضية فشلت في اخفاء الادلة فتحتم عليها الرد دفاعا وتهربا الا انها فشلت حتى في ردها هذا فوفق ما تنقلته وسائل اعلاما عن لسان مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري ستقوم الدوحة بدراسة شكاوى العمال الاجانب المضربين كما ستقوم بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم فور انتهاء التحقيقات التي قالت قطر انها فتحتها رد وجهته الدوحة لمنظمة هيومن رايتس ووتش مجبرة وذلك بعد انتشار من تشر على منصات التواصل الاجتماعي من صور للاضراب الذي فجره عمال منشآت المونديال احتجاجا على ظروفهم قالوا في شهاداتهم نستغل بلا انسانية ليأتي الرد القطري مشككا سنعاقب المسؤولين اذا ثبتت اقاويل العمال في هذه الصفحة من صحيفة ذا كاتمندو بوست النيبالية بعض من تلك الاقاويل الا ان لا احد سيشكك بصحتها هنا لان عائلات العمال تدرك حجم ذل الذي يتعرض له شبانها حيث يجبر هؤلاء على دفع ما يعادل 1500 دولار امريكي للحصول على فرصة العمل يصلون لتبدأ المعاناة الاكبر لا رواتب تدفع واحوال لا تمت بصلة لمعايير الحياة الانسانية هذه المرة الوضع مختلف يقول العمال في شهاداتهم لوسائل اعلام وطنهم نحن العمال من الدول كافة النيبال والهند وبانجلاديش نقف في صف واحد لقد تفح الكيد فضائح قطرية تصر الدوحة على مواجهتها والتعامل معها بالمراوغة متحدثة عن وعود قديمة بتعديل قوانين العمالة لديها وتجدد تعهد بالالتزام بها المنظمات الحقوقية من جهتها سبق وردت كذلك مختصرة الوضع بالقول فشلت قطر بكل ما وعدت به في حقيقة أقل إثباتاتها نظرات الأمهات التي تتلهف لأخبار سعيدة إلا أنها تخشى الأسوأ والأسوأ تدركه هذه الأم التي وصلتها شهادة وفاة ابنها من دون أي تفسير معنا من بروكسل مدير مركز بروكسل الدولي للبحوت وحقوق الإنسان سيد رمضان أبو جزر هلا بك سيد رمضان معنا في برنامج المساء سيد رمضان بعد أسابيع من خروج تلك الصور المعيبة والفاضحة للعمال طبعا الذين خرجوا يتظاهرون على حقوقهم ومقتل كثير منهم في شوارع قطر تأتي الحكومة القطرية للرد بعد أسابيع طويلة وتقول الآن سنحقق في الموضوع طبعا كل هذا يجري تحت عين الحكومة وأمير قطر أيضا إلى أي مدى هذا استهوان وإلى أي مدى هذا يعني يعني تخبط في معالجة هذا الملف مساء الخير يبدو أن ملف العمالة في قطر هو لم يغلق يوما أمام المنظمات الدولية وهو يضع قطر في أزمة وقطر تعرضت لعدة قرارات من مهسات دولية وانتقادات من تقارير منظمات دولية لطالما قطر اعتمدت تقاريرها لتنفيذ أجندات سياسية ضد دول الجوار أي لا تستطيع قطر تفنيت تقارير هذه المنظمات لأنها ليس لديها عداوة مباشرة أو خلاف مباشر مع قطر مما اضطر المسؤولين القطرين مؤخرا للردود الجديد في الموضوع والحاسم في هذا الأمر هو تجرؤ مئات من العمالة للتظاهر داخل شوارع الدوحة وإيصال صوتهم حول الانتهاكات التي يتعرضون لها والتي تأخذ أشكال خطيرة تصل في بعض الأحيان حسب تقارير هيومين رايس ووتش أنها تصل إلى حد السخرة إلى جانب عدم دفع الرواتب منع من الصفر إن قطر استطاعت تفعيل قوانين للحريات للمثليين والمتحولين جنسيا ولم تلتزم بتعهدات لتفعيل قوانين العمالة التي طالبت فيها منظمة العمل الدولية التي حضرت قطر من وصول حالة العمال إلى حد السخرة وهذا تقرير دولي ومنظمة العمل الدولية أيضا اختتمت تقريرها بأن دولة قطر لم تلتزم رغم طلباتها لها بدفع الرواتب لمدة تتجاوز أربعة شهور إلى تسعة شهور في بعض الحالات أيضا إذا نظرنا إلى جنسيات العمالة التي تظهرت داخل شوارع الدوحة وهي محاطة بمئات من رجال الشرطة والأمن وتمنع التصوير ما وصلنا هو بعض مواقع التواصل الاجتماعي حيث حضرت الدوحة باحة الحريات وعاصمة الجزيرة حضرت وصول الإعلام والصحفيين لتصوير هذه المظاهرات وهذه الاضطرابات داخل الدوحة إذن هناك قمع للحريات حتى في ظل ظروف صعبة تتمثل في عدد ضحايا كبير جدا تجاوز الألف ومتين قتيل في هذه المنشآت من العمال مختلفين الجنسيات ولم يقتصر الأمر على جنسية واحدة مثل ما لاحظنا في عام 2014 على العمالة النبالية يبدو أن الأموال التي قامت بدفعها الدوحة سيد رمضان يعني هو في الواقع من الواضح الآن طبعا الإعلام الذي يدور حول قطر وحول الإخوان يحاول يعني عدم تغطية هذه الأمور في الدوحة لأسباب معروفة لكن متى ممكن أن نرى يعني ضغطا أمميا لإنقاذ هؤلاء من براثن الحكومة القطرية الحالية هي حكومة لم يعني استهانت مئات الآلاف وقتلت مئات الآلاف في الوطن العربي وفي الدول الإسلامية أيضا دول هؤلاء متى ستدخل وتنقذهم يعني ولو كانت دول آسيوية فقيرة أخي ماجد يعني يجب فصل الملفات الأخرى عن هذا الملف ملف العمالة هو ملف حقوقي شائك دوليا منظمات دولية وحكومات أوروبية أنبت قطر ووجهت رسائل حادة إلى قطر قطر لديها مشكلة كبيرة في المستقبل مع الفيفا الفيفا لن تتغاضى ولن تغلق العين الفيفا ومسؤولي الفيفا حاليا يخشون أن تلصق بهم تهم الفساد والرشا من قطر إذا ما غضوا البصر عن الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها قطر في حق العمال وأعتقد جازما أن ملف قطر لاستضافة كأس العالم 2022 الآن هو في أخطر مراحله ويمكن جدا أن تتخذ الفيفا قرارات بإنشاء لجان أو بالتعاون مع المنظمة الدولية لتشكيل لجان تحقيق ميدانية بالمحصلة ممكن أن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه بالنسبة للقطرين أما موضوع الحالة الحقوقية كما يعلم الجميع أن قطر دولة قمعية وترعى خلايا إرهابية داخل أراضيها على حساب حرية مواطنيها ومواطنين قطريين هم متهدون داخل أوطانهم فموضوع العمال هو موضوع برزة ولم يكن مخفي إنما أن المال القطر الذي استخدمه والرشة التي استخدمتها قطر بعقد صفقات مع دول كبيرة ومحاولات قطر في السنوات الماضية لدعم منظمات حقوقية بكثير من المال لكي تتفادى انتقادات مباشرة الفيديوهات التي تم تسريبها عن مظاهرات هؤلاء العمال أتت على عكس ما تشتهيه قطر ويبدو أن الأمير تميم بشكل واضح ودولة قطر ستكون في مرمى نيران التقارير المنظمات الدولية قريبا ملف العمال لا يمكن استهان به دول العالم كلها دول الغرب والولايات المتحدة الأمريكية تحكم بقانون النقابات والنقابات تتضامن وتتفاعل مع حقوق العمال في قطر وفي أي مكان آخر قطر في مرمى نيران المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي والفيفا قريبا نعم أشكرك أنا معي من بروكسل مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان السيد رمضان أبو جزر شكرا جزيلا لك شاهدين نهاية برنامج المساء نلقاكم يوم الأحد المقبل بمساء جديد وملفات جديدة فما لا اشتركوا في القناة